1- بسم الله الرحمن الرحيم 2- طاسين 3- تلك آيات القرآن وكتاب مبين 4- هدى وبشرى للمؤمنين 5- الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون 6- إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون 7- أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون 8- وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم 9- إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون 9- فلما جاءها نودي أنهورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين 10- يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم 10- وألق عصاك فلما راها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب 10- يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون 11- إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم 11- وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء 12- في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين 12- فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين 13- وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين 14- ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين 15- وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين 15- وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون 15- حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل 15- دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون 15- فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين 15- وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين 15- لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين 15- فمكث غير بعيد فقال أحقت بما لم تحق به وجئتك من سبأ بنبأ يقين 15- إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم 15- وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهددون 15- ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون 15- الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم 15- قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين 15- اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون 15- قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم 15- إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم 15- ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين 15- قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون 15- قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد 15- والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين 15- قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون 15- وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون 15- فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون 15- إرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون 15- قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين 15- قال عفريت من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين 15- قال الذي عنده علم من الكتاب أن آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه 15- فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليذلوني أأشكر أم أذكر 15- ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم 15- قال نكروا لها عرشها لنظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون 15- فلما جاءت قيل أهكذا عرشه قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين 15- وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين 15- قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها 15- قال إنه صرح ممرد من قوارير 15- قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين 15- ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا ألعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون 15- قال يا قوم لم تستعجدون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون 15- قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون 15- وكان في المدينة تسعة رهط يبسدون في الأرض ولا يسمحون 15- قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون 15- ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون 15- فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين 15- فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون 15- وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون 15- ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون 15- أإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون 15- فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون 15- فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين 15- وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين 15- قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أهل الله خير أما يشركون 15- أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حلائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها 15- أإله مع الله بل هم قوم يعدلون 15- أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا 15- أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون 15- أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض 15- أإله مع الله قليلا ما تذكرون 15- أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر 15- ومن يرسل الزياح بشرا بين يدي رحمته 15- أإله مع الله تعالى الله عما يشركون 15- أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض 15- أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 15- قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون 15- بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون 15- وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون 15- لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين 15- قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين 15- ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون 15- ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 15- قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون 15- وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون 15- وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون 15- وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين 15- إن هذا القرآن يخص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون 15- وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين 15- إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم 15- فتوكل على الله إنك على الحق المبين 15- إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين 15- وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون 15- وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون 15- ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون 15- حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون 15- ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون 15- ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون 15- ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين 15- وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب 15- صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون 15- من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون 15- ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون 15- إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن 15- فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين 15- وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون 16- شكرا